أكد وزير الخارجية سامح شكري على تضامن مصر مع الحكومة الكنغولية في مواجهة الجماعات الإرهابية وخلال اللقاء شكري مع وزير خارجية جمهورية الكنغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أكد الوزيران أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة حيث رحب بتنامي مستوى العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة كما أعرب الجانبان عن الاهتمام بتوسيع التعاون الاقتصادي بما يتناسب مع طموح البلدين مشيرين إلى أهمية تطبيق اتفاق التجارة الحرة الأفريقية والتي من شأنها أن تعزز من مستوى العلاقات التجارية بين البلدين